تحية لكل أصوات الحراق الداخل وخارج الوطن هذا المباشر حول الموضوع الذي سنتكلمه على مجموعة من النقط ما يقع في وطنين الجارح وما يقع في الساحة الإقليمية والدولية أول نقطة التي سنتكلمه على الأوضاع داخل السجون والاكتداد والسياسة القمع والتميش التي يتعرضون لأولاد الشعب داخل السجون وهنا نطلق من المجربة النقطة الثانية سنتكلمه على سياسة تهجير القصري وتشريد الممنهج بحق ساكنة المدينة القديمة أمام الصمت النخبة أمام تعتيم الإعلامي هناك جريمة ترتكب بحق الشعب هناك إبادة تحتار بحق الشعب كتم تهجير الشارع ظلماً وعدواناً ما لا سكن له لا وطن له النقطة الثالثة سنتكلمه على قرار للمحكمة العدل الدولية إلغاء اتفاقية الصيد البحري والفلاحة ماذا يستفيد الشعب المغربي من هاتفاقية وكما هي الأسباب التي جاءت للاتفاقية وكذلك سنتخدمه بالقضية الفلسطينية وإلى آخرية بمطلع الأحرار كما ترى دائماً أن الحساب تحت المجر حساب تحت المجر تحت سنتردابل سنتكلمه على القضية سنتردابل المصوب الدباب وصحب الحال كيف يتم حصار صفحات التي تفضح العصابة ومنظومة الفساد وكيف يدعم التفاق ويخلق المحتويات لدمرت أجيال ويخلق نقاشات واهية لإلهاء الشعب على الواقع لأنه سنتردابل 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 الذي يبيع التجارة كان سنتردابل دوباب الإلكتروني في كل مدينة سنتردابل هذا الموضوع سنتظر عليه بالدليل والمجموعة ملحوش الموضوع سنتردابل ودوباب وحسابات الفيسبوكية تم الخرنق وحصار وحجب من طرف السنتردابل الذي ستعرف مصحاب الحال لماذا؟ كنت من الأحرار كنت من طرف لم يتشف ولم يتم حول بالرحلة لم يكن من أحد المشاهدة لم يكن من شئ بأتفاعل أتمنى منكم دعوا لأيكا فإن تكسروا الحجب لم يكن من أجل تكسر لنفعل حتى لوحصوا الصوت المضلومين وحيصوا صوت الزخمة الكثير من صوتنا الظلم والحقرة هذا الموضوع الموضوع مهم وحساس ما يقع داخل السجون لكن السجن والشعب هو ضحية سياسة النظام لا تكلموش على علاجات ولكن الحقوق داخل السجون مهضومة أن ما يقع في السجون كارتة من تعذيب من كانت نضرع الكشيدات كانت نضرع التعذيب النفسي كانت نضرع الاختصاب كانت نضرع الوسخ كانت نضرع مجموعة من الأشياء ديال الحيرمان ولد الشعب من الحقوق ديالهم أبسط شيء لذا كانت مننا من الأحرار المتبعين ديروا معكم اللايكات وبرتاجوا معكم في المجموعة أولا ولد الشعب سنطلق من الجريبة ديالي السجنية وواقع ديال السجون كانت نضرع لنا غير شوية أما ما خفية كانت أعضم وهذا الموضوع كانت نتمنى أي شخص تجربة ديال السجن لكي نكسره ونهضره على الناس ونهضره على مجموعة ونهضره على المجموعة من أولاد الشعب من داخل السجون لتعرض تعذيب النفسي والاكتداد والحقرة وحرمان من الحقوق حيث لا يوجد مراقبة ونهضر على السجن أنا كنت في السجن عكاشة وكتبت في جنح أمني وإلى آخر كنت نرى الحقرة والضلم وإلى آخر الحقرة والضلم التي تتمارس داخل السجون حيث لا يوجد مراقبة حيث لا يوجد حقوق الإنسان لأجيزي تقعير السجون لذلك لا يوجد مراقبة لأجيز يعد اللقاء في بعض عامية كنت لا يوجد حقوق الإنسان حيث يزارت على السجن ويقوم بالحاد ويقوم بالليل ويشوف الأوضاع المأساوية كاريتة وكال مقايس وأى شخص فأولاد الشعب داخل السجون يريد ان تشافض ضد الحقرة سهلا يجعلون القرنة يعلقون ويعطون العصا و يرفقون لي تهمة كيدية يجعلون بلاس المخالفات و يقيدون لي تهمة كيدية تهمة كيدية لحساب المونتيف و الهضرة و الكلام و يجعلون الكشف و يجعلون العزلة و يجعلون هذا لا يقبل كيدية يجعلون الفات canal لقع منطقة لتهمة كيدة يجعلون الهواتف و يجعلون مهمة لقع منطقة لولار و يقع لقع و يجعلون المساعدة يجعلون بلاس المخالف و كان حبس كبير و حبس صغير لكن في امرأة كان يجعلون القيد يجعلون المزيد أن يصبقك يشد ضدك يجعلون كأن ذلك وضعوا على أولاد الشعب داخل السجون وعطوهم الماكل وشاهدوا ضدنا ونحن لا يصوروا لهم ونحن نعرف كيفية اللعبة تمشي عندما نأخذنا معركة عارفين من الضيب برخ تضرب عن طعام ونحن نعرف كيفية لماذا هذا؟ انما يقعوا داخل السجون كانوا واحد اكتداد ما هو المندوبية من الإدارة العامة للسجون كانت اكتداد ونحن نضع اكتداد شعب راشونبر في خمسة مترو على ثلاثة وكتنية وخمسة مترو على ثلاثة وخمسة مترو على ثلاثة وخمسة مترو على ثلاثة ونتيجzero لماذا? لماذا؟ ما فحد المزاة؟ هذا هو المسافة لله وماذا لا نقوم بالصر فهناس العامة ماذا لا نفعل الان وكذلك الناس فأنا نفعل ايضا الواضع وعن نفعل بدمس هبتنا قد البقاء في الصباح و يطلب شعشيره و يجعله في النموسيب و يكمل العدام و الماكلة و الكثير ضعض و الظروف كثيرا و السخف يقول القمل سرق الزيت هناك المراقبة و هناك المجلس الوطني اللي لاحقق الإنسان كل موطني حق السلس لا يأتي إلى الجو لديهم ساجين يجبون لدارهم و الصحافة يجيبون المدير مكيف إلى خيره لا يوجد زيارة تكون على بغتق و يذهبون لداخل السجون و يرون الكوزينة كديرة و يرون الماكلة كديرة و أعطيكم واحد المعلومة جلس السجناء الآن مراد بجورتومة المعدق و مراد بالمصران و المعدق يقول لي لماذا؟ أنا الآن أخرج بالحرس لدي جورتومة و مراد بالمعدق و جهاز الهضمي لماذا؟ بذلك الماكلة ديرم لماذا؟ بذلك الماكلة ديرم كتسم العلف المواشية مماكلة مسا حمص و ستسمعوا بثاف تحويش اتمنى منكم تتعرفوا بشياء الصوت للشعب اتمنى منكم أن تضعوا الصوت للشعب وتركيسينياليه بشياء الصوت للشعب اعلف المواشية تعطي المشاش مية كلوش تعطي المشاش مية كلوش أحد الهمجية اسمية الغدق اسمية الماكلة بلا ماكلة خضراء ماهية أو الحبس مرجان الحبس سجين سيف طوال الحبس و يقول له رقم و يقول له عملاق رقمية داخل الحانوت هذا الحانوت يوجد داخل فيه الريع و داخل كل مستفد منك الحانوت و الأربع هذه الحانوت يتمشي و إلى آخره و التملي بغى يشبعون لكوما لا يوجد رقابة يقول أنه هناك عامين داع السجن لا يوجد رقابة لا يوجد رقابة لجنة حقوقية و يجب أن يسمعوا لجنة و يتركها و يمثل إلى الأفلام و يخافج السجن لذا ترى الأفلام و يترك شخصا على مره تصوره عوكا شخصا عوكا شخصا بغفة 12.000 سجين و العاداب وكيف حال لا يوجد شعب يوجد حقه كاشو 45 يوم كاشوه وكاشوه كاشوه هو زنزان في رديا في مانطخانزين يوجد حقه 45 يوم إلى آخرين نحن 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 من جانب القانوني ومن جانب الحقوقي ومن جانب السياسي يوجد فراني يوجد عليها سياسة في مبNT سياسة بمنهجة ونطلع عديدة شعب في الليلة oiresifier إلا أنه ليست قولы اعمل ắt مستقبل ل Patch وخبرى هذا المدرسي في الاساس منظومة التربوية وولاد الشعب لداخل السجون هم ضحية المخطط المنهجية فاسدة لماذا الهائيات الحققية تسكت على هذا الشيء؟ كانت من المعتقلين السياسيين السابقين ودول السمرارة للتعديب أضرع على شوية على الشعب المحتاجين الصوت لأنه سيحدث من شعب يحتاج لا يجب أن يصل صوته لأنه سيحدث من الشعب يتحرم التطبيب يريد أن يتبع على شيء من حقه لأنه مسلوبة للحرية وتستطيع الحقوق ويأخذ لكم دليل السجين لماذا دليل السجين؟ بحق الدستور المغربي الممنوع ولكن هذه الحقوق لا يوجد مراقبة قبل أن يقوموا على السجون وخضرة واللحام والصفقات المشبوهة أنا لا تدرك لن تخرج منظور الشيء لا شيء يتقوموا على بعد منظور الشيء ومنظور الشيء سيطلقوا من تهيب يكرموا عليهم لا يداني لا يداني لو يأخذوا داخلي السجون يمارس التعديب النفسي عرفت ان هناك مكان شخص شخص يريد أن يتمارس التعديب الممهش يتمارس التعديب الممهش لا يتمارس التعديب الممهش أما هذا الحقال ومنسق وغير كما تتحدث حبس كبير وحبس صغير فكرا فكرا حبس كبير ما نعيشه الحقرة وغلع الأسعار والضلم والحقرة والسلطائية والزبونية والمحسوبية كما تتحدث في الحبس لين يتحدث عنك كاميرا وكما أعلى سوف يضربك ألف حساب كما يقومون بضماش غراك وإلى أخير لم نظر أي حالة الأولاد المساكن لم نظر على الموتيفات حقوق داخل السجون لأن هذا المين في داخل السجون لا يستطيع المنظمات الحقوقية تضع عليه مرصة السجون هو سياسة الريع والدعم المالي لا يستطيعون التقارير ولكن هناك شيء رسمي وحقيقي تحاملوا بشكل مات تحاملوا بإهمال الطبي وتتصوروا أحكي لكم أيام كورونا ومن المعرفة لا يستطيع المنظمات الحقوقية ويقوموا بإهمال القمل والوسخ وكتداد يجدون أن يقوموا منه يجدون أن يتحق برفض والدعم يتحوق من الاتفاق يتحق من الاتفاق ويحرم من هذه ويحرم من هذه ويحرم من هذه حيث لا يوجد مكان الذي يوصل الصوته حيث عنده محامة وعنده مالفلوس وعنده شيء ودارهم معين قليلاً يتحركوا للصحافة ويحرموا ويقدروا فيديوهات وإذا ودارهم يتحركوا فيديوهات ويحرموا ينتقموا منه بطرق أخرى طرق أخرى طرق أخرى طرق أخرى ليادة نحن اليوم كان نظروا على واقع داخل السجون هو واقع مر سمعوني يا ولد الشعب كان معي وحد السجين كان معي وحد السجين كان معي وحد السجين اسمه محمد جاء دراح قول إذا خيري ودري شغيل الحكام بطرق الله لك خبرك الله وربما النظر يقوم بهذا السجل أرى دون ساعدهم وتحضروا من هنا تعلمون هنا ما يفعلون لكم؟ محضر 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 لا تقرأ لا تعملوا هذا المحضر في تومة لحساب الوعي ديالك إذا كان الوعي ديالك يشكل خطر على السجناء لا تخطي في توعية السجناء أو في الأخير يدلوك شيكاية كيدية وكلاسقك ويدلوك الحبس خر وإذا كنت تنمشي يدوصي معك هذا الصنف أدي إلى لي إلى لي أنا من هذا الذي دخلت من عند الوكيل يأتي مصنف صنف أق ما هو صنف أق من أخطر المجرمين والأخطر السجناء إلى الأخير وفي أحد الوقتين يبناني لم يكن أتحدث معي بيجب أن يقال لي أنا لدي مريض الحبس وما أعرف أنه كي أعرف القوية بالحبس كي أعرفه الكثير من الأشخاص سوف نتعامل معهم ونضل ونأخذهم معهم لأنه يكسر وقصص الصمت وهذا أشجب عليها هذه أساليب من الأساليب أحالي من أولاد الشعب وماتوا بالإهمال الطبي أمت مراد موت انت يتمك هذه المرة سوف يتحدث لكم قصة يلا اخذ الحبس كنت بشي شهرينوص واحد النهار جابوا سمعوا القصة ستبكيكم سمعوا القصة بارتاجو ستبكيكم جابوا واحد سيد كبير جابوا بالليل لاحوا وحطوا تمفز زنزان في ردية وكان سمعوا بالليل كي غوت وأنا كنت distribution و 이거 Tyson صغير الموظف إضافوا من الصغير من resource والشرفاء انتهت يمثلونالم اعجاب 想اد انتهت لمجراجم بدقة مشاعرج مؤخرا بتم τις الموظف الخ염 لقد اعجابهم لات tumor وفيهم الإنسانية يدوزنا معهم ولم ينسوا الخير ولم ينسوا الإنسانية ومهضمي الحقوق لأنه مهنة الموظف ولم ينظر على الجلاده ولم ينظر للناس الشرافاء هلك الموظف راتوق مهنة عسكرية محروم من نقابات محروم بشي يتكلم ويلا تكلم ومسكين عنده وليدته في كازق يفزعوا في قيك وفزعوا بحشك العسكار أو البوليس فزعوا في سياسة انتقام منه المهنة لم يكن لديها حقوقها وعندها نقابات وعندها بشكل حويج ولم ينظر الموظف تحت القيادة ولم ينظر بشكل حويج ولم ينظر بشكل حويج ما علينا أولاد الشعب ولم ينظر بشكل حويج لقيت السروال في الصباح لنا لقيت السروال لاصق للحم السروال لاصق على الحم عندما كنت أظهر لم أظهر كنت أظهر الكتاب والتاريخ والعام 2021 2021 تعتقلت في شهر 8 40 يجلبوا الحم لاصق لاصق كلهم يأتي من الجناح كلهم مقوقعوا حبوب وكل شيء ويأتي نغوت ويأتي نغوت ويأتي ندمون كربة تحيي لأحد المنظف الشريف مسكين ريسكا وحل لنا وقال لنا وقال لنا حسكنا لي وقال لنا حسكنا لي وقال لنا حسكنا وقال لنا وقال له والجهد حيثنا لستروال من المعنى ومعنى حالة ومسكينة مزرية مكانة كاريتية وقال لنا لنا ولك الشعب في الشجون وشيء ما خفية كان أعظم جبنا للشعب و درنا حيثنا لكسر والأجواء و جاء نائب الرئيس المعقل و بدأت نغوته و هذا يزود الدول لا يوجد الدول من الصحة بعد ذلك حيثنا نكسر بالبالك اصلاع عارفوني انا غير صافي أنا كنت أقول لكم أولاد الشعب كيف ينكسون فيه بحيث استرديل و هيانة الكرامة في نهاية إعادة الإدماج غير شعارات و غير النهات أما في الواقع راكبين و يكررس أما لا يكبروا قد يذهب و داخل السجون و سألنك للأجواء و سألنك للأجواء يجب أن يكونوا كاميرا لم يكن الأجواء في المتحدة يأتي معكم و سألنك للأجواء و أرغبوا التجارات في المجموعة لتخسر المجموعة عندما نتكلم عن واقع السجون واقع مأساوي هيئات الحقوقية والتي تدعي هيئات الحقوقية هي غيبة لكن هناك وسائل لكي نهضروا على هذه الواقع السجون والظروف السجين كيف يتحرم الحقوق لا يوجد هيئات حقوقية وليس يوصل لكي نهضروا على مهوما وليس يوصلوا على ثلاثة المراحل إذا كان يضرر المؤسسة أو موظف لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء يجب أن يتحرروا على الحبس ويجب أن يتحرروا على فلوس على براق الذي يتكلمون عن الإعلام وفيسبوك وعلى المنظمة الحقوقية وعلى رئاسة النياب العمق وتشوف وتشوف أما نسميه المنصق المنصق هو المنقدم للحبس وهو من ضد السجن ليس شيء مع السجن هو ضد السجن وفي مكان شيء ضد السجن هو ضد السجن أكيد أنا دوس عامين للحبس لم أعمرني ذلك المسرح دوس 23 ساعة في زنزانا في ردية 23 ساعة لم أعمرني ذلك المسرح لم أعمرني ذلك المنصق لم يكن من المنصق وكتوبة 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 لم تكن من المنصق وكتوبة قمت بصودة وكتوبة وكتوبة يدعون السراطان وكتوبة أمراض مزمينة وكتوبة وكتوبة لأنني كانت من المعتقلين السياسيين السابقين من الجرية السجن كل شخص يصل على الرسالة وقاموا ونضعوا لها القديق وكتوبة من الصوت لأنهم لا يستطيع لأنهم لا يحتاجون صوت لنا يحتاجون الضربة من لاحق الأدماء أخذني كي نسمعون بشاربتها سأقول لأنهم كمتيجة من المتتبعين أعرفون ما هي القصة كان شاب كان قتل الأمم و شاب قتل الأمم ما الذي تمناه عنه المسلمين ما كل اسباب والاستطاة هذا الشاب اسمه عبد الهادي كان في جناح الساق في الطابق الثلاثة في الزنزانة الفرادية 22 مختل عقليا، كيف يختل عقليا، هذا الشاب اسمه عبد الهادي يجابوه كل شيء سجناء تم موادك الدراري لا يريد أن يتعطفوا عليه لأنه يوجد أحد الناس، يجب أن يتعطفوا ماذا يجب أن يتعطفوا مساحة الوالدين، العقوق، والمختصة بالأطفال والقاتلين يجب أن يحملواه للسجناء، مساحة الي ليلة، من يجب أن يتعطفوا الناس، يقل بأن شيء دوز ولكن يجب أن تحملوا للسجناء، ليس أن يجب أن يتعطفوا معه يوجد في الليل، يضحك ويركوس في غنيت أنا أدام، وما لو كان قطع مراسط، هذا العبدالي كان يسكنون للبرنوسي،�باب البارنوسي، سمعه جيدا يجب أن تسمعونه جيدا هذا العبد الهادي كان وضل برنوسي كان سيدي التازم كان نشجار جاءت الأحداث التي تسمى أحداث الدار بيضاء الإرهاب ومؤامرات الإرهاب تم العتيقها في 2007 في برنوسي حكمه عشر سنين تمارس لي التعديب تمارس لي هادي في الحبس ستة ستكلم واحدة ومن المستمتعين سيقول سأخذك وقطعك ونبدأ لك قبار ونفعل لك ونفعل لك وننرك لك ونقل لك يدكاري وعد المقايد ودكاري وعد هنا ودكاري وعد هنا ودون جد وعده ومسكين ومسكين ونقضي السلطات ونقضي السيد من المرض الذي تصاب به توقعت الواقع و قطعت المراسم و مسكينة كثيرة و المرات عاودوا لي لأدشيك لكي نتشفوا و عاودوا لي لنا و تدربهم عاودوا لي لقصة ديرهم نحن كنا في جنح الساوك و كانوا جنح خمسة كانوا الإخوان السلفي هم عاودوا لقصة ديرهم كيف أشياء كانوا في الحافس و مرايد و مسكين و وادة و ضحية كيف ترغب الواقع و بنزيده كانوا يسيقون إلى جنح السلفي و كانوا يرغب الواقع و قمت بعمل و قمت بعملوا في مهند و قمت بعملوا في المرات و تساولوا بقي القصة و ترغبوا لديه مينوت روباعي و قمت بقي القصة و فرج لك و تدخل الوقت و تخيل كيف تدخل الوقت و تدخل الوقت والتصوّر عبالها كي يقول بلصّو خانزة والتكن غوتو وكي نطيح معشي موظّف وود الناس وكي يغامر مسكين كي يحلّي وحلّ عليه كي ندول دوش ونغسلوا لي وهذه كين ولد الناس شوف الحرس فيه ولد الناس وفيه قولوا بالرحمة وإلى خيره ولا تلقيش معشي موظّف اللي مسكين فيه حس الإنساني وعارف دراري طرنكيل ودراري بعقلهم ما غايدرش مشاكل ودراري وعارف ما كي يتعامل دراري ليس موظّف اللي مسكين ومقينة زوينين ومقينة ومحبس وإلى آخيره كي نحن نضع طبق قريبا دراري زوينين مقينة مع لينا أدعب هذه لمدة سنتين هو ذي الرباعي تصوّر تولى اصدرق تولى هذه الرباعي هذه الرباعي أو ما أدعب بحالك او ما نحن بحالك بحال نقوّر شوية في درار كي خرج بذي الرباعي كي محروم من فسحا كان محروم بزيات عويش هالزنزانة ديرك كان طلبوية تنفر شوية ومسكين متسطط حكموا عليه حكموا عليه بالمؤبد حكموا عليه بالمؤبد خليته خرج لمدة سنتين دوز معي تقريبا هو بالرباعي كان عز بالرباعي كي يأكل بالرباعي كي يأكل بالرباعي كي يدخل طوالي بالرباعي ومتفردين لك يطوالو كي يتخيلوا دلتزم بحالة لك الأشكال كانت شوية الشعب وشرفاء كان طالبو ووظافين الشرفاء من المنظر تحيالي يومه تحيالي خالصة لهم هذه جزء من المعاناة أنا كنت أقول لكم فيما يضر ود الشعب داخل وطالب الحقوق دياله وكذلك سياسة العبودية إعادة الإدماج السجين والتربية كلها غير شعارات كلها سووا الدخل ودخل حيث لم يكن مراقبة حيث لم يكن مراقبة حيث شعب الحقوق دياله مهضومة عافتين عليه من مجرد بوز بال أما الطباء صرق الزيت لكي تشعروا شيء سعيدوا نقولوا حيث السجن لا يوجد سجن كيف تحديد للحوية كيف تحديد للحوية كيف تحديد الشرط يجب أن يقرأ و يستغل لك الظروف يجب أن يكون عشر سنين و سنين من التعديب يتسمى النفسي يضمر لي حياته يضمر لي النفسية لا تخل على خطأ و يسلح لك الخطأ يجب أن يكره و يتفعون تكون لكي تؤتيون بالسبب المنهجية أنه يتعالج الجريمة يتعالج من الجذور حيث الناس الذين يصيرون البلاد و يستنفر البلاد يجب أن يكون قدوة القيم و لم يوفر لي تعليم و لم يوفر لي صحة و لم يوفر لي إعلام و لم يوفر لي أشياء و أشدته و أضمرته و أرميته في السجون و تبنيه في السجون و تبنيه في مولاد الشعب و تبنيه في وطن و يكون حر و يبداع و لم يكن في أوروبا يستطيع الصماج و يستطيع أن تكون الجريمة و لم يكن في أوروبا و يكن في المغربة و تدخل على الجوان و أخذ عامين و ضمرت لي حياته و ضمرت لي مستقبله و تدخل على أبسط شيء و ضمرت و خلقت منه مجريم و صنعته مجريم و هناك هم هم البرناماليين و هناك هم 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 المسؤولين و هم 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 المسؤولين على السجون و افضلوا منهم و يستطيعون أن يكون زيارة رسمية و أنهم يستطيعون أن يكون شيئا في حياتك من البلد و يجعلوا 24 ساعة و كيف يكون حبس كبير و هو حبس صغير و لا يوجد شيء و يبقيوا و تخرجوا بك و تخرجوا بكم و تخرجوا بنا و تدخلوا يتوزم و الوصفة و تنبغلوا و لن يكونوا ضمن المسؤول يجب أن يوسي الحبس يجب أن يكون في القيم الإنسانية يجب أن يضعون أكواله يجب أن يموت يجب أن يتعذب الاكتضاب الظلم الحقرق نحن ضد المجرمين نحن نظره بجانب الحقوقي بجانب الواقع داخل السجوم المعاناة الظلم ونحن الظلم ندعون الكثيرين ونطلق على زواله ونطلق على الرجوة ونطلق على السجون ونطلق على زوج المغارس تريد أن يشتغل حقوقه ونحن نطلق نحاسبك ولكنك الذي تدفعه لكي يأخذ باكية القارة لأنه لا يضمن العيش لأنه تخطف باكية القارة ولكن الظروف فردته بأنه يأخذ باكية القارة وكذلك إنسان يدخل بشوية بشوية يجب أن يدامج مع الواقع هذا الموظف كان وجدت لي أرضية وكذلك الحقوق والصالر وعنده الذي يحضر عليه ويجب أن يحسو بأنه هو رئيس المعقل ويجب أن يدامج الموظف يجب أن يحضر عصابات يجب انتقام منه يكتب به محضر يجب أن يكتب به السجن يكتب به محاضر إذا تم تحرية السجن يجب أن يفزعه ومن يجب أن يفزعه الترحيل والتعسف يجب أن تسنافه يجب أن يزادك التعديم يجب أن يضعه إذا كان كان الموظف يجب أن يضعه يجب أن يضعه هذا ليس أساليب دول حاربة الجريمة بأفكار ويجب أن يدامج السجن بأفكار بسيطة ويجب أن يجب أن يصبح بأفكار ويجب أن يضعها وتكتبت ويجب أن يؤدي ويجب أن يضعها عن كتابة لا تتكلم عنك ولكن الشكاية لتوصل الخارج و تخرج من داخل السجن يجب أن تدوز تحت المجهر و تصفى المساشات التي ستتقلوا فيها والله لا خرجت إذا كنت تقيس الظلم و الحقرة في داخل السجن والله لا خرجت أولاد الشعب أما مرصة السجون أما مرصة السجون والحق الإنسان أما مرصة السجون والحق الإنسان يجب أن يكتب العائلات أما مرصة السجون واللجنة على غفلة و تنقل الصورة كماية هذا أول جوهر هذا أول جوهر يجب أن تتعذب يجب أن لا تتاكل يجب أن يجب أن فرق لان انه يكون حل انه يحدث الدخان خارج 30 يحدث مدير الراوائح يعد الحويج يتقوم على الجرائم والاختصاب ويكون في الكثير من الأشياء ما هو الأسف؟ هذا الشيء كان ناقشه وهذا الشيء كان ناقشه من الجذور مجلس يكون الطيب بالنفسي أما الطيب بالنفسي في عكسة لاننشيك في واحدة طبيبة تحييلها من هذا المنظر واحدة على 9000 ساجين او اكثر وكذلك تصرف ساجين كاريتة وكذلك تصل الى طبيب اما اليوم يأتي عندك المحامي بحالة نفسك تجد ان تشاهد شيئا عندك العيد بأبسط شيء نحن لم يكن لدينا تلفازات اما تلفازات يأتي برامج الذين يريدون بحالة برامج الذين يريدون اداءات الذين يريدون لا يوجد كثيرا هذا واقع للسجون سأتكلم عليه ودير عليه حلقيات واي ساجين تضلم وعنده ادلة فمرحبا حيث الاعلام المأجور يدعون على التفاوى ويدعون على هذا ويدعون على هذا كل مواضع الحساسرة لا تدعون علىها لان انا اريد مواضعية السجون يجب ان تصلح من القوانين ومنظومة من الهيكلة من الكثير من الاساساليب نحن نأخذ نماتيج الأوروبا كيف حاربة الجريمة كيف حاربة الحويج وكيف حاربة بالأفكار كيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة وكيف حاربة الجريمة كيف حاربة الجريمة أولاً ، نضع على النقطة ، هذا ما يتعرض له ، ساكنة المدينة قديمة ، ساكنة المدينة قديمة ، كتبوا اليوم واقع في الدار بيداق ، سياسة التهجير القصري ، والتشريد ، بدون سند قانوني ، ناس ساكنة ، عاشت في المدينة قديمة ، ساكن عشوائي ، نعم ، ساكن قنع لا ، و لكن ما هي المدينة قديمة ، من لا سكن ، من لا ، من ولوطن ، بما يقع في المدينة قديمة ، يملكوا لا مشكلة ، في مدينة قديمة ، كان هناك صمت ، أين هي النخبة الحقوقية والسياسية والنقابية ، فهذا ما يقع في المدينة قديمة ؟ الاختية ، فإن الإعلام لا يكون الأحديقة ، بسبب السورة ، الناس كانت احتجاجات ، و THEMS المرقبة يقول لك اشياء الناس الذين وقعوا في لبنان وغزة وهو يوقع في المدينة قديمة الآلاف الذين يتشرد او يدعوا قبل ان تحيدوا من تمت يدعوا باديل الكرامة باديل حقيقي ليس يدعوا الشفار الصغار مقدمه بزنزه وقيده بزنزه نحن نعرف الاسريب نحن ناظرنا في الكاريات وعرفوا البيس والناس يدراوش ومساكنين يتكلمون عنها ومساكنين تضرب ومساكنين يدعوا السفادة بسبعات المليون وخمسات المليون ومعاد القائد أرض المدينة قديمة سوف يستفد منها سوف يستفد منها سوف يبيعها الاماراتيين او سنو الكبراء الكبار التي سيبنوا فيها وطيلات سوف تبع بسمية المليون وصوصة المليون هؤلاء الناس الذين يعيشون مع البحر سوف يدعوا تهجروا الغابات ومساكنين القديمة ومساكنين القديمة ومساكنين قد ايضا لم يكن الناس الذين لديهم فنانهم يحصلون بالبيوت ومساكنين عايشين في البحر ومساكنين في البحر سوف تشده بشكل حوته يتهم البحر سوف يوضع سوف يقتل ومعنا في البلاد كي هجر في عباد الله وكشرت في عباد الله ظلمة نوع الدوانا حقرة هذه ما خلقت له باديل باديل حقيقي يضمن الكرامة ليس يتغمق على المقدمة والشيوخ يوجد يد النخبة يوجد أحزاب يوجد نقابة من هذا الواقع الذي نعيشه اليوم كل شيء يتفرج حقرة والظلم والساكس على هذا الضم ومشارك في الجريمة وهو جزء من هذا الجريمة وهو جزء من هذا الواقع في مدينة الدار بيضاء وهو الظلمة صحبي وكالكاميات مطفيين وكالكاميات اعلامي لعل هذا الناس بارتاجه معكم معلينة هؤلاء الناس عاشوا سنين مع وليديهم وشدودهم وعدم تاريخ في المدينة قديمة وليس من المدينة فقد تبعني المناخ ويجدون الوعر ويجدون الوعر ويجدون الوعر ويجدون الوضماء تقول لكم مخططاتكم مخططة يجلس مخطط يجلس ما يجد من السفد لا تدعم يجد أن الناس مستخدم هيا سيفريوي هي شركة يعني مكيف يتعلن 1.000 مليون يجب تلك الفلس وتخلته بالضعف وتخلته من الجهل واذا يعني بشكل عائلة وملكية من الملكي يتعلون في البلاد ويتضبه في الارادي وخيرات ويتضبه الحبس ببعض عجري هي المشكلة هناك ان��ج جديد في بلاد البلاد والنظام هم يمتنيش هنا كان أكثر من هنا النظام لا يمكنني لا أهمني ما استفدت من النظام من حلية عينية وعيشت والدي عايشين في القهرق و الحقرة و في الظلم و الى خير 40 عام نفس المعانج ما استفدنا الصحة ما استفدنا سكان ما استفدنا التعليم ما استفدنا بنية احتياه ما استفدنا تشيح حاجة البحر يكيريه لنا بلادنا ولينا فيها برانيين هذا الأكسجين تبيعه لنا في هذا البلاد ما استفدنا نفس المعانج ما استفدنا نفس المعانج و كل شيء يتفرش لأن البلاد لم يطلقون الرجال قواتينا الدكورة الدكورة موجودين حالك عادة لكن الرجال في غزق و في لبنان الذين يموت على الشرف و على العزق اما هنا كان الدكورة والفولكلور والسياسة لا يوجد العاطفة والسياسة لا يوجد العاطفة والسياسة لا يوجد العاطفة الناس تتشرد الناس تدمر من بيوتها والناس تصور من الساكن ضربة مع طرف الخبز تصور 50 دلم لا يوجد العيش و لا يوجد أن نأكله جيدا الحوت لم يكن ناكله جيدا فأنا نقول لأننا أتكلم أنا 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 لأننا أريد أن نأكله و أشترن والناس لم يكن أشترن و أشترن و أنت محورة أولاة الشعب هذه محكمة العدل الأوروبي الغال القرارة والله لكلتي الحوت و يلوحو في البحر والله لكلتي والله و يلوحو في الزبالة يجب أن تقتح سياسة الجواء والسياسة القهراء نحن عارفين طبيعة الميضام المخزاني ما يخفاش علينا ماذا قدمه لنا منذ استقلال الشكل إنه يومين هذا حققنا لأرض الواقع لا تعليم لا صحة لا سكان لا تشعي حاجة أو تريد أن يعيشون في سوريا أو تريد أن يعيشون في غزة و ما زال غزة عارفة المستقبل لا تشعي حاجة هدلوا الإهانة والحقرة أن اليوم هذه المخططة المدينة قديمة نحن عارفون كل الأراضي بني سهيون والإماراتيين والنظام المخزاني والطبقة لدينا القرار هذه المشاريع فيها المشاريع والطبقة البرجوازية الرأس المالية المتوحشة والأراضي والأراضي والنظام المخزاني والطبقة والطبقة هذا مخطط أن المدينة قديمة الناس جئت همشته ما أعطيته لحقه في التعليم لا صحة ما أعطيته لتباديل باديل حقيقي لغا يضملي الكرامة الناس مسردة المساكن هذه هي مقهورة هذه هي معدبة معدبة فوق الأرض كان لنا نتعذيب والرعب و فكما أن ن acontece لا نأكله إلا كما أن نستعمل و لكننا نعذيب و نبقى نظام و أل erfahren كذا و لماذا ننتقى هذا النظام الذي أط plu فينا المنتج هو يعمل في الرافاهية و في القصورة و في القيرات و في المطاب فلي العبار لكن الإنس فلي أواحني ل newspaper لا أستطيع أن نقول أولا الصبر يضبر لأن الصبر يعود في الفرماسيان يتقادر يضبر كل حاجة لدي حل عينة نرد الحقرة كيف يعيشون في القصور وفي الشركة أشترا الشركة بألفين مليار وأنا لم يكن لدي سدرهم وأنا لدي حل فيها ليس أنا كنت أدوى على نفسي من كيف يمكن أن نقوم بها أنا كنت أدوى على هذا الشركة لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء وماذا أصبح يتحنوا فيه تحنوا وتخرجوا علينا وتخرجوا العينين عنكم وبالقرارات وتخرجوا العينين عنكم وتحكمتوا في القضاء وتحكمتوا في المنظومة الأمنية وتحكمتوا في كل شيء والدول التي تبني الخير والدول التي تبني مخطط على المدى القريب والبعيد والأخير لأن الشعب يعيش لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء لا يوجد أي شيء في الرياضة والتعليم إلى آخر هذا الشيء الذي يوقف في الدينة القديمة والذي يوقف فيها وتجيبهم وقت الشق وتقدمه في المدرسة أول شيء تساهمه في المدرسة ومن يتشردهم ومن يقرأ يقول لي يكون الشارع يكون مجرم هذه الجنوية قريسية لا يمكن أن تحكم أي شخص ومن يبيع المخدرات مخدرات ومخدرات ومخدرات سياسة نظام أنه ليس طريق هو أن يكون يعق ويواجه الواقع اللا كله ولكن حسب تقوين وحسب الجهل وانه المجرم وانه المجرم وانه المجرم وانه أخر لذي لم يقرأ وطني فلن يوجدنا مواطن بلوكارات ناسيونال ليس لسكان لا صحة لا تعليم اذا كان الوطن مايك بتننيش هذا الوطن هو الوطن يجب أن يكون في الحقوق يجب أن يكون في الحقوق لا شيء من أنه المرة القسم يترى قصب تقريبا للصحة القوحة السكان لتقريبا للكرامة القوحة الشغل تقريبا للحقوق انني مواطن هذه البدرة فيها خيليات فيها تعروات فيها الويل كحلي وليس نرى السفر فاصل السفر فاصل السفر واحد في المئة ما يدعونه؟ ليس من الله أعلم ما يدعونه ولكن المغاربة يتعلمون الجرأة ويواجه المعني بالأمر وكل واحد يقولون حقنا ليس مجرمين وليس نسيبوا أحد ما يريدونه حقنا ونعيشه مزيان رعينا كما تشوفوا ان المواقع في المدينة القديمة هي جريمة وإبادة ضد الشعب المغربي وهو السياسة التهجير القصري ونسيبوا في أحد البحر لماذا تساعد الشعب وان تكون عنده بفارت مزموينة لماذا أخوة؟ لماذا؟ تركيا لماذا؟ دعونا عيش شعب عيش شوية لكن عيشوا بزياد عيشوا بزياد دعونا عيش شوية شوية منك الشوية لا عطلة لا لعب كورة حرب كثير من غزة و غزة و عدو و نحن نعيش في حرب ما لها ماتيلا سؤالي سوف نتكلم على مسيرة الرباط مزيانة نحن نقول خيبة نخبات سياسية إلى آخر مزيان حقوق الإنسان و المغرب و القرية الفلسطينية و إلى آخر معالك المسيرة و القضية الفلسطينية داما و لحمن و شحمن أنا أحب فلسطين و القضية الليبنانية و كلتا ضمن ولكن هذ الناس الذين دعووا هذه المسيرة الوطنية هذه المسيرة والحقوق لا siitä لا تخرجوا في المسيحة تكون وطنية ضد الحقرة كل شيء يتفرج وكل شيء ساكت وكل شيء الأخير وشيء من الفولكلور كنا نبانو طب لا نظر فاسرة الرباط يعني ذكرى تحييل الشعب الفلسطيني وتحييل الشعب الغزاوي الحر البطل يعطي الدم وتحييل الشعب اللبناني وتحييل كل الشعب العرية ولكن هنا ما صارنا نرى التطبيع لا نطيحه كما قال جورج حبش خيروا ما تقدموا الشعب الفلسطيني تحرروا من أنضباتكم المستبيدة كما قال جورج حبش لدينا دوز برقية مفهومة كنت مننا من هذا النخبق لديه شوية الضو تعيق شوية ناس لك تموت لا نتقاوش حقات الشعب ندروا سياسة الإسقاط على الشعب مستضعف نحن لا عارفين الشعب سنين يجهلوا فيه سنين يجهلوا فيه سنين يجهلوا فيه سنين يجهلوا فيه سنين يدمروا سنين يوصلوا لهذه المستوى سنين يجهلوا فيه سنين يجهلوا فيه سنين يجهلوا فيه ألم خارف التنظيمات ألم خارف النقابات ألم خارف العقوقية سنين يجهلوا فيه فيه في التعطير واندماج مع المشمع و التضحية في الواقع و أنك تنفاصل على هموم الشعب لا تريد شيء هذا التضحية هو أنك تكون معاك الشعب وتحسس بالشعب وإلى أخيره هذا هو جزء نحن التاريخ كبيرا كذلك نعاني منه هذا الضروف نحن نزل نظري القديمة هناك نمار الحقوقيين هناك نمار الساكت هناك نمار البرناماليين هناك نمار البرناماليين هناك نظر على الناس الذين يدعون يجعلون الساكتين أن ندخلوا شيئا أخرى لما تخرجنا برقيرة مفهومة أما يقولون أن ما يقعوا في الساكتين المنقديمة هي سياسة قمعية تهجيرية قصرية حق الشعب وهذه السياسة يجبون من الوقت الشعب لأن الناس يبنونه وتصب عليهم الشرق ويعياء وتقهرق وإلى أخيرا هذا الظلم هذا الظلم لم يكن لديكم دامير هناك المسؤول هناك لا تصنع القرار سوف أعطي تعليمات المقدم الشيخ الباشق يجب تراكس إلى أخيرا ويجب أن تذهب سياسة شررته قنبولة موقوتك يجب أن تصنع الإرهاب يجب أن تصنع الجريمة يجب أن تصنع الويل هكذا كان يظهر هناك كثرة ضغط يتعالى ليس لكم الذين يطلبوا من التطول لا يضربوا من التطول يتعالى بلد الفاخرات فيها طراوات فيها القرينة محاجقة حقنا فيها تتوزيل عادة للتروح أنا أدركها الناس coincide براكة لا تضحك من هذه الشعب يجب أن تكون أخري لا تحاسب ونحن يكون هناك من النار ونحن طال الزمن والتاريخ ونحن كفير ونحن كل شخص كان اسرائيل في البهراجة لا تكون في الحالة لديك البعبعة ونظمة ونحن نتعرف لما نلغي النار لا تكلم لما نلغي النار يجب أن تكون لأن هذا أعطيه الشعب حقه أعطيه الشعب حقه هذا الحقر الذي تتمرس الدين القديم للظلم لا تعسف لا أعطيه حقه لفوسفات لف البحار لف تراوات لف تعليم لف صحاف وما زال تابعه في نساكن ونحن تترضى للظنقة كيف تعيشون في القصور كيف يطالق لا تخدمون مواله يجبون في الأراضي ويجبون في كل شيء ويجبون في الخيرات للبلاد ويجبون في حبات السادة اعتاقل الى ماتة سنبقى هكذا ربارك رعينك رقينا موتة وحدة ما نعيشوا كاملين ونموتوا كاملين نتمنى من الناس الذين يخرجوا على فلسطين لا تنسوا القادية الوطنية لا تنسوا هذه الحقرة لا تنسوا هذه الظلم لا تنسوا هذه الغلاء الفاحش لا تنسوا هذه القهرة لا تنسوا هذه السياسة التجار لا تنسوا هذه الحقرة لا تحتاجكم لا تنسوا الناس لا تنسوا الناس لا تنسوا الناس لا تنظيمات لا تنسوا الناس لا تنسوا الناس السلام عليكم نتكلم عن النقطة الثالثة النقطة الثالثة على اتفاقية على قرار المحكمة العدل الاوروبية هناك حيث تكون السيادة لا تنسوا محكمة العدل الاوروبية وديكم اتفاقية حيث لماذا؟ حيث عندك كيف مسخلك ان الشعب لديك حقوق وعنده وادي هذه الدائمة الديبلوماسية فاشلة واذا ستخسروا فاتفال الصحراء ومعقلنا الصحراء ومخطرنا راسنا بالصحراء ولكن هذا الموضوع سنضر فيه سنتعمق فيه ممزين كيف اجد القادية الصحراء وكيف السادية ونجدنا الجوع واذا معدلات الغاء اتفاقية الصيد البحري والشعب غير السبد من الحوت والله والله الشعب وراء واحد فيديو والله السفدت من تروي السماكية والله لكلتي سيجعله في البحر يقوم وما تأكله هذا المخطط الأخضر ايش في نوع سيجعل الصحافيين خارجين والمغرين غير السبد من الحوت والممي غير السفد والله لكلتي سيجعله على الحوامد من السويد إلى الخيري ومن أوروبا إلى الزبالة ولم تأكله ولم تستفيد منك ولم تأكله المساعدات والخيريات ولم يستفيد من النزلة هذه العقلية من المنظومة المخزنية واتفاقية وقراء المحكمة العدل الأوروبية أولا ما نقول لكم هذه الاتفاقية العدل هناك كتبان ديبلوماسية الراشدة والحاكمة والعقلانية من لا تستطيع الحقوق ولم تأكله من لم يحترم شعبه فلن يحترمه العالم من يحترمون الشعوب وضعهم الحقوق وضعهم القوانين وعندما يستطيع ألف حسار وتقول لك قيمة لذلك لا تعتبر لذلك قيمة كيف تريد أن تكون في أوروبا أو الاتحاد أوروبي لذلك قيمة لذلك قيمة لذلك قيمة كل مرة يلعبونك بورقة كل مرة يلعبونك بورقة ودائما ماكروجي أول ميل فريطة أول ميل فريطة طائرة Airbus شركة العرام سترى 180 طائرة بـ 25 مليار دولار فرنسا من أجل الصفقة لذلك تعلموا وعندما قيمة للشعوب المناعة القوية هي أن الشعب تكون عنده سيادة وتكون عنده حقوق وأنهم ستحتاجون الشعب أردوغان في تركيا من أجل الدبابة ليس من أجل أردوغان من أجل الديمقراطية من أجل الحقوق المكتسبة لحق بلادها سوف تنشر وينها أخير فينا سيزبالي سوف يخرج سوف ترى كل شيء يهرب كل شيء يهاجر كل شيء يهاجر يهرب من الجحيم يهرب من القهرة من الظلم أن هذه القرارة للمحكمة العدل الأوروبية تخسروا الفلوس والهدايا والصفقات وعطيه الهدايا تصورك الفلوس كام كم يكون مستشمرت في البلاد وفي التعليم وفي الصحة وفي هذه وفي هذه كيف سوف تبني؟ سوف تبني أحد الوطن سوف تستمر في التروى المادية كل شيء يضرب لكم ألف حساب كل شيء يعطيكم قيمة حقيقية تحترموا الشعبكم وتهينوا شعبكم وتطرموا شعبكم وترميوا الشعوب في الحباسات كيف سوف تحرمون عالم يحترم لكم وعطيك قيمة بقيقية كيف سوف تحرموا كيف سوف كيف سوف هذا القرار ويحكمة العدل الأوروبية كيف سوف تملك الفلوس لماذا أختارت على الصحراء لماذا؟ خسال من الفلوس ليكوا لإمكاني بگريب إلينا هدفتنا في التروي لمادية، وإن ديمقراطية، وليس كثيرا لا يهمش السبب لكن يتحرك لإنفصال، إلا كنت حقوق وقوانين، والعدالة، وعليم مزيان، وابتبني مني كثيرا لا يهمش السبب وليس كثيرا لا يهمش السبب وليس كثيرا لا يهمش السبب لانه عنده حقوق دياله وعنده مستقبل دياله وعنده افاق دياله وعنده توجه وعنده احد خريط طريق لهذا الى متى سنبقى هكذا بارتاجوا معكم مرد الله بعفكم بارتاجوا معكم مرد الله احنا مني كنقولوا هاد الازمة اللي كنعيش فيها لا داخل ولا خارج غياب رؤية حقيقية وواقعية انتظروا انك تكون غياب ورؤية لابنية على اساس على ارادة الشعب واحترام السيادة دياله واحترام القرار دياله واحترام الحقوق دياله بالعكس العالم كامل يريد ان تنبيك لانك عندك ارادة وحقوق وانك تنبيك ارادة وانك تنبيك لان الشعب بني على الديمقراطية وحقوق الانسان لانك تنبيك وانك تنبيك بالشعب لان الشعب عنده تعليم وصحة وحقوق وانك تنبيك لانك تبسط حق من الحقوق الادمية حق من الحقوق الادمية لانك نشوفوا الواقع كديرا كلناك تحل العين تتخدم تلفالي فوق مشاكل الاميين في البرنامج الاميين في البرنامج القوز قوز حمسيرين المجالس العمدات قادية ديدي تنبيك وصلت المغرب انظر على قادية ديدي انظر على قادية ديدي سياسة الامريكية رغم الديمقراطية يؤمن ذلك وجدت شعب الامريكي هو موضوع الحقوق الادمت قادية ديدي وصلتها المغرب فاضحة ديدي هالطر في ديدي ويضع الدرس في غزة ومثلت نفس المشهد اعلامي ديدي ونحن نقوم أساليب الإعلام الموجه العالمي الاخري ديدي هنا ينظر ديدي سوف يأتي المغرب تحية الأحرار والشرفاء نتمنى لا تنسوا قادية المعتقلين السياسيين يجب أن نكونوا حاضرين بصورهم كما ترون قادية محمد الزيان رجل كبير من نوبة قلبية حسب ما صرحت بها حسب ما قاله النقيب محمد الزيان وخرجت إدارة السجون في مكي لا تنسوا قادية وكذلك يجب أن نعطي السجن وعطيه العلاج لهم ونقش تلاحب ونحن في ميريكان في كندا ونحن لا تقولوا كيفية اكتداد ونحن في بره ونحن نسحق وليوم محمد الزيان يأكد المعلومة الكثير منه الأزمة القلبية وراجل كبير وقعانهم أمراض وضعاف وهذه جريمة الراجل تلاتة وتمانين عام وبقي في الحبس وهذه أكبر حقرة أنا وقتاً لا ظلم ما دم كنت شخص براجل بقي كبير في الحبس وفي السجن وليس جريمة للسجن لديه كل ضمانات صحبية لديه السيدة بقالي شوية في الحياة عيشة مع أولاده وفي الدفنين هذا هو حقره وضلم حقره لا تدير ومع الخير الذي يحكو لكم نيوفكم في أوروبا وإلى خير وكذلكم قراراتكم لأنكم تعرفون ملعجينة ونحن نتبانون لدينا بحال بوباي تقبعوه فينا وتحتاقلو فينا والضلم فينا وإلى آخره لا تديروا لدينا الرزقنا لدينا التراويات لدينا الخير وما زال زي زينة بالعجرفة والقمع لماذا لا تفكروا في الموت؟ لماذا لا تفكروا لدينا الدنيا بحال الباب أنا كنت صغير كنحبوك أنا عندي 40 عام أنا عندي 40 عام أنا كنت أعبوك أنا بحاكو الدنيا لحظة لحظة ما هي البصمة اللي تخلي فائد الحياة ما هي القيمة اللي تخلي فائد الحياة باركة ملد الحقراء وطلقوا الناس بشوعد والديهم المعتقلين السياسيين باركة من الظلم باركة من العجرفة ديالكم رغيجوا حد منه تخلصوا بالضوبل وغنقولوها والشعب غيرزع الخيرات دياله التراويات المنهوبة والأموال ديالهم مسروقة وهذه الأراضي دياله من المختصابة كونوا على ياقين نهار الشعب غيقول الكريمة دياله وغنحاكموكم وغنحاسبوكم على الجرائم ديالكم وعلى الفساد ديالكم وعلى الريح ديالكم وعلى العجرفة ديالكم وعلى الغطرصة ديالكم سيقالبوا السحر على السحر والتاريخ لا كافير لا تشي ربي كون فكن كون فايا كون لما نغداموه ودبر حكيم في تونس لكنا البعزيزي لكنا نغداموه لكنا نغداموه وكين لكنا نموت لكنا نعطيه لشعب حقق لكي لا يطلبكم لكنا نموت لكنا نموت ضافين عن الشعب لكنا نستغللون الضعف والجهل والسلطوية فاكذا ونستغللون الضعف الناس قد لكم الضعف والسلطوية بالمال وعمل لبني وقمت لأجور وقمت لأجور وإنهان شراء أفرك اللعين التي تعلمها ومجرين أدواء امستغلوا أن يوم في الهجور وقمت للمزاحة تقريبا على أسفل آلما هذا المال نجاهد الفلوس من اين لك هذا؟ كيف يمكنك إليها؟ ترى الناس الفاعش الناس تهرب من الضرعب والغش والسغلال الضعف بحال ان اخناتوش للبيترول طيح هو ملزان مع شرف ترى خمسة درام ترى خمسة درام ولكن فين هي النخبة؟ عليك ان ترى المسيرة المليونية اذا اصدوش في فلسطين اوه بأكمل الظلم مع المسيري وفي الوقفات ومع الحتجاجات للتفلسطين ولكن اينكم من الواقع للشعب المغربيك? اينكم من الضلم والغلال الفاعش؟ اينكم من السياسة العمومية؟ اينكم من السياسة التفكار ومن السياسة الشريد وثمني بالثانية وال استقاطئة التعاصفية واستغير لد para uh behalf الحق بقي الفقح درقوش تشمش بالغربال لكن الرسالة موجهة إلا من يهمهم الأمر خرجناه ما أين هو دور الحقوقيين والنقابيين أين هو دور النخبة خرجوه على فلسطين مزيان خرجوه على لبنان مزيان على هذه المسيرة ستمر نظام شوية إعلاميين وعندو حقوقيين وعلى كاميرا ديالك وعلى الحوز وعلى مدينة قديمة وعلى شعب السجون اللي يتعذبوا لما يأكلوا يوص البركاوي عادي الكينين اللي ملقوا تم وحامي تحاق الوقف مع عباد الله والساحات وإلى خيره وما مدى وما العام بغنى حرقوا وما مدى وشي حاجة ما يبيعوا شيش ملقين تم وحامي حيث كاميرا ما شعله حيث انه يضل على نفذ البلاد شو الكاميرا فين شعله في كلنا للعروسة في كلنا للعروسة تكون الكاميرا مميش كاميرا هذه كاميرا تفير كما ننظم بمشي عايش كاميرات في طاطا وطفال كاميرات في الحوز وكاد ذلك يجب انه يوجه هذا شيء حرام يوجد شيء ضلم يوجد شيء تواه اشتركوا في القناة في ضوء النهار حق الشعب المقهور من سياسة التهجير والتفقير والتجويع والاحتقار والظلم والنهب الى اخير لهذا تحية لكل الشعوب وكن نقول 7 اكتوبر هو تاريخ اسمه الفلسطينيين بالدماء ديرهم بالتضحية ديرهم والله يرحم الشهداء لا في لبنان لا في فلسطين نحن معاهم بالقلب ولكن خيره من قدموا شعب فلسطيني نتحرروا من القيود وتحية لكم وعاش الشعب الحرية لناصر الزفزافي والحرية كافة المعتقلين السياسيين المنسيين في سجون الضل والعار اشتركوا في القناة